موسيقى من فريق العمل تحية إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال باللبنان والعالم وحلقة جديدة من بدنا الحقيقة يلي يعاد بس على إذاعة صوت كل لبنان وعلى إذاعة صوت الغد بأستراليا ولمشاهدة برنامج بدنا الحقيقة من جديد فيكن تحملوا تطبيق صوت بيروت انترناشنال الظاهر بأعلى الشاشة ضيفنا الليلة إعلامة مخضرم ومحنك ولما بتحز المحزوزية بيكتب بسكين مش بقلم وبيصير كلامه يحز حز بالسياسة بيعتبر حاله إصلاحي وسيادة وهمه الأساسي عهد الرئيس ميشيل عون وبيقول إنه هو مع محاسبة الجميع عن ارتكاباتهم بما فيهم رياض سلامي وسيبة نبيه بردي سعد الحريري ولي جبلاء بالانتخابات النيابية الأخيرة قذر ينتقل من ضفة الكتابة بالسياسة لضفة العمل بالسياسة وترشح على متن لائحة متن التغيير بالمتن ومع إنه الحظ ما حالفه إلا إنه حصد عدد أصوات جيد بأرقامه ومعبر بدلالاته الصحافي سيمو أبو فاضل نشر موقع الكنيمة أونلاين أهلا وسهلا فيك معنا الليلي ومنك بدنا الحقيقة السيد سيمو منجدد الترحيب فيك بي بدنا الحقيقة وطبعاً مثل العادي رح نبدأ معك بالفقرة الأولى أول دخوله السيد سيمو أسبوع بيفصلنا عن مغادرة الرئيس مشهل عون أصب عبداء وانتهاء وليته الدستورية هل تتوقع أنه مرحلة الفراغ أو الشغور الرئاسي أنه تكون طويلة؟ أكيد المؤشرات عم بتبين أنه في خلافات كبيرة وفي تباييونات كبيرة حول انتخاب رئيس الجمهورية وهذا بأدي إلى هذا الواقع من الفراغ سيما أنه في لبنان بيّنت على بعدة استحاقات أنه التوافق بده هو يكون الأساس بانتخاب أي رئيس الجمهورية هذا طبعاً نوقف مش مبدأة مخالف للواقع للحياة الديمقراطية أنه النواب يروحوا هنه يختاروا إلا أنه اختيار الرئيس في لبنان يتم بعد التفاهمات الداخلية أو الخارجية؟ كان فيه خارجية وداخلية يعني وقت الدوحة وقت الرئيس ميشيل السلامان كانت خارجية بأساسها وقت الداخلية يعني وفقوا على التفاهم الخارجي وقت تفاهم على رئيس ميشيل عون كان تفاهم داخلي إجابة موافقة خارجية بس أنه كان فيه قوة سياسية يعني رجحت كفة مرشح وتم ترجمة هذا التفاهم بأنه بسرناديق الاقتراع بالداخل اليوم من يعطل انتخابات الديئسة؟ عم نسمع المعارضة تتهم الموالات الموالات أو المنظومة بتقول لا بس أنه أنتوا لو بدكن حقيقة انتخابات بتجوا إلى نوع من أنواع التوافق بالحقيقة من يعطل الانتخابات الديئسية اليوم؟ عمليا اليوم معطلة نتيجة الوضع القائم عند القوة السياسية يعني المعارضة شفتنا اليوم ما أردت أمنت يعني غير العدد المعاودة عليه سابقا يعني 3-42 ويمكن قلبي صوت اليوم لأنه كان فيه غياب طبعا بس أنه لا حتى مع الغياب بتصور أنه هالمرة بيحصل كان 43 بدل 44 أوكي طب هذه نقطة يعني نقطة واضحة وفي المؤابل الممانعة عندهم خلافات بين بعضهم قدت كمان إلى وضع راق بيضاء في وجود كمان كتلة أخرى مثل التغييريين أو التكتل للوسط أو الاعتدال اللي هو يعتبر نواب عكار عم بحطوا أسماء متميزة يعني ماش إنه حدا عم بعطل النصاب اليوم بعض اليوم القوة السياسية مش قاعدة توصل مرشح شو السبب عدم التوافق؟ طبعا البدد فيه خيارات سياسية يما تبعسوا مجلس النواب طبعا هو التعددية هي يعني واقع طبيعي لما أفزته الانتخابات النيابية من كتلة سياسية ومبين أنه مش كلها موحدة الرؤية هذا اللي بأدى يعني أنا بقول هذا التعطيل هو يعني عدم التفاهم على مرشح سواء كان عند الممانعة اللي إذا كان فيه النصاب الأول تأمن بالتلتاني يعني بالستة وثمانين مش قادرة تأمن الخمسة وستين وكذلك المعارضة مش قادرة تأمن كمان النفاس بهم مرشحة في حال كان توفر السستة وثمانين ورحوا على الخمسة وستين هذا النوضوع واضح التعطيل هو نتج عن الواقع يعني تعكسوا التوازنات السياسية اللي أفرزتها الانتخابات النيابية ومدام عم بتحكي عن الواقع خلينا نروح إلى نظرة واقعية برأيك أي أمر إيجابي رح يتذكروا الناس عن عهد الرئيس ميشيل عون رئيس ميشيل عون ما قدر رجعت لنقاط إيجابية أبداً ما فيك تسجله ولا نقطة بالبقع يعني اليوم كان فيه رهان على رئيس ميشيل عون أنه إذا أجل رئيس فيه ناس كانوا مرهنين عليه أنه إذا أجل رئيس الجمهورية سيكون عنده إيدي مميز استنداً إلى المعود اللي ترجمها اللي حكي عنها أنه ستترجم اليوم هو واحد من يعني إجا إلى السلطة كان بعد فيه أساس بالسلطة بعد فيه أساس بعد فيه خميرة كما بقوله كان فيه بلش لقدام الرئيس ميشيل عون ساهم في انهار البلد إلى جانب المنظومة اللي هي مرتكبة إذا قالنا 75% هو الـ 25% كان أساسي هو له 25% بخراب البلد ميشيل عون ربما أكثر ليش؟ لأنه سلم بسقوط الدولة بسيطرة حزب الله على الدولة توجه نحو يعني تدمير المؤسسات من خلال الحمل العملاء هو السيد جبران بيسيل وفشل فيه ترجمة الرهانات ودخل التيار بصفاءات يعني قبل وبعد شفنا المحاصصة بالكهرباء شفنا بالاتصالات في شركات خفية واضحة موضوع التوظيفات يعني بتعتبر هون أنه التيار الوطن الحر شارك بالفساد لأنه هو بيقول لا أنه ما خلونا نصلح بس أنت عم تروح إلى أبعد من هك عم بتقول أنه هو مشارك أيضا بالفساد التيار الوطن الحر عملياً اللي بيقود الحمل فيه هو جبران بيسيل جبران بيسيل بهالسنوات اللي كان فيها موجود على الصحة السياسية من موقع بلش بصفاءات الكهرباء تقلق بالفساد تقلق بالفساد وأجاد يعني الممارسة الفساد بدأ وفن بطريقة كمان كانت كتير سريعة ووحشية يعني ما تهيون أبداً أنا بدي أعمل هون صفقة بدي أعمل بهذا السيد صفقة بدي أعمل بموضوع الكهرباء صفقة أبداً يعني ما حدا أعملها بكل الفسادين اللي هن بالمنظومة اللي بدأ نقر فيهم ما حدا أعملها بهالطريقة الوحشية إنه أنا معي وقت بدي أزبط حالفي وهيدي طبقت على كل عائلة شفتنا بمرسومة تجنيس وشفتنا بكتير أمكانة مصرفية كانوا مساهمين فيها وراحوا على حالة وحشية بالفساد كيف تعتبر إنه السدود هي صفقة يعني البعض بيقولوا وين هو بعده لحد هلأ عم بيدافع عن السدود اليوم شفتنا كيف سدب بس وقف وكيف كان قبل كان موجود فيه ناس رئيس نبيه بريل رئيس سعد الحريري للنائب السابق جنبلاط كان هذا متعهد هذا الشق واحد متعهد هذا الشق هو جنبلاط كان جبران بسيد عنده داني خوري متعهد جه التعهدات يعني بمعنى هذا عن ناطي مثل خوض غير صدود يعني هل تعتبر انطلاقا من هون انه سد بسري هو واحد واحد من السفاق ايه او انه فساد من خلال سد وهالفساد عابر للأحزاب والطواقف ما قلت انا بالشراكة يعني مع كلهم مع رئيس بري مع الرئيس الحريري وقتها مع جمهرات كلهم كان عنده يعني الاحجار بده يجبوه من هدا المتعاهد هدا بده يردم هدا بده يأمن البيتون كانت عملية كاملة يعني مش انه منظومة هاي المنظومة جمهران هون ايه يعني كان هو بنادر فاسدين وعم يشتغل هو بيهم طيب هيدا بالنسبة للرئيس بالنسبة الى الحكومة هل اصبحت الحكومة برأيك اليوم كمان قبل سبعة ايام من مغادرة عون هل اصبحت ماضي مضى بعد فيه ضغط عم يعملوا حزب الله لنقطتين النقطة الاساسية اشارة للخارج والداخل انه هو قادر يضبط الواقع السياسي لانه كيف تقلقوا هي تحت تحت جنحه لانه يعني حرصوا على التحالف مع جبران بيسيل عدا عن انه جبران بيسيل هو صعب يعني عنده قدرات سلبية وعنده اناعته ما قادر يقنعه هيدا النقطة النقطة المشكلة يعني تعتبر كمان تشكيل الحكومة عند جبران بيسيل عند رئيس مياتي كمان كمان خلنا اقول انه بدي كمل الجملكين الا انه كمان حزب الله يريد ان يأتي بحكومة حتى اللي حكيته بالبداية بموضوع الفراغ ما يصير في ضغط على اذا كان في حكومة كاملة مشكلة يعني مستوفية الشروط الدستورية ما بيصير في ضغط انه لازم كلنا صور نحن نحو انتخاب الرئيس بياخد وقته لانه بجزء معين على حزب الله بجزء الموافقة على تحقيق يعني تحديد الاستحقاء بس الرئيس ميقاتي كمان هو عم يلعب ادوار سلبية بتشكيل الحكومة يعني جبران بيسين عم بقول انا مبدأ اعطي السقة هيدا موضوع مش ممكن تعطي وزراء للحكومة انت تقدم ومطعت السقة بس كلامه انه انا بدي مارس مثل الرئيس بري اعطي الاسماء اخر لحظة صار بواقع الصوابق اللي عم تنفذ انه يجب احترام هذا الواقع لانه رئيس ميقاتي ما فيه يعمل خاروف قدام رئيس نبيه او رؤسة حكمات السابقين ويعمل اسد على جبران بيسين هذا واقع عملي برأيك هل نجيب ميقاتي هون يتعمد التعطيل رئيس ميقاتي له مصلحة بالتعطيل رئيس ميقاتي بهذه الصيغة ببين بمفهوم هو انه واجه حكم عهد ميشيل عون هو تبرق منه مع انه عمل صفقات بالبداية هو وياهون صفقات شو عمل بعدة محطات تعيينات وصفقات فيه امور صفقات داخل الدولة بس قطع لهم وقطعوا له بس منا صفقات مالية ما عم بتحكي مالية وما شابه بمعنى طبعة مالية مصلحية يعني ما في صفقة انه شو عطيوا بعضهم انه مثلا يعني انينة ماء عطيوا بعضهم صفقات فيه محلات واضحة كانت انعملت بس عم بحاول يبين كمان الشارع السني طي يحضن الشارع السني يحضنوا انه هو واجهة ميشيل عون وجبران للمجتمع الدول انه انا واجهة ميشيل عون عم بحاول يغسل حاله من انه هو خارج هذه المنظومة وخارج هذا العهد اللي هو كان متكامل معه يعني منك مستبعد انه ان نصل الى فراغين فراغ على صعيد دئاسة الجمهورية وفراغ نوعي على صعيد الحكومة الى انه راح تكون فقط مجرد حكومة بس بها الحالة كيف سيتصرف او كيف راح تكون ردة فعل التيار الوطن الحر التيار سيعطل العمل الحكومة بمعنى سيطلب المزارة وعدم متابعة الأعمال هون بدك بد يروح الرئيس الحكومة او ستلجأ الى العمل الطبيعي حسب اذا اعتكاف او بس مؤاطعة بد يسير فيه الوزير يعني الهو بالوكالة يلجأ الى يعني بد يسير فيه خدافة اوية ومذهبة واعتبار انه هذا تعدي على المحل السيحيين وحقوقهم يعني راحين على مواجهة اوية اذا وصلنا الى هذا السيناريو ما بتتوقع انه التيار الوطن الحر يرجع علم نسبيا الشعبية اللي كان فقدة تحت شعار انه حق المسيحيين وتحت شعار طبعا انه رئيس الحكومة السنة هو اللي عم يستأثر هلأ بكل الصلاحيات التنفيذية استاذ وليل اذا بدنا نحكي واقعيا عمليا التيار ما خسر كتير بالنتيجة اللي حققها 16-17 نائب ما يعني بس بالارقام بلا يعني اذا بدك تاخد الارقام الاصوات التفضيلية 130 خلني اقول بس انه اليوم اصاروا القوات 30 هو 20 قوات 170 هو 120 بس انا عم بقصد بعدنا على كلمة بالعدد النوار بالمعدد اليوم بالمعدد اليوم يتعاطى التيار انه عنده 16 نائب هلأ في عنده حيث يتشناك لو كان عنده جبران بسيط سيتعاطى انه هو بحل الدفاع عن المسيحيين وسيصعى الى الموجهة هو المسيح التاني انه المسيح الاقوى اتسان طبعا هو اليوم احد الاقتراب الساحة المسيحية الاقوية انه سيستمر في هذا النهج انه هو يدفع الحقوق المسيحيين لانه نقطة الوحيدة اللي فيه يحكي فيها ما بيقدر يقول مثلا انه غير نقاط اليوم لانه اللي صاير بالحكومة هو هذا الموضوع انه فيه تجنة على الدور المسيحي بالحكومة وهذا الموضوع ما ننسى انه لم عنده العماد ميشيل عون شعبية وقدر يستسمر ويكذب على العالم فيه ومن وراء يكذب يكذب على العالم فيه كان العماد ميشيل عون هون عم بيكذب ميشيل عون انا قلت سابقا يجب محكمته هو كذاب هو كذاب كبير هو انسان زم دفع الناس تمن حياته دمر البدد ب88 بالنتيجة لم يسأل مسأل على راعة سوريا مسأل على المعتقلين انسان مصول انت هزي الكلام عن ميشيل عون اليوم لم يعد يفيد حكينا أكثر من زمان هذا الشخص هذا الرجل يعني كان يجب محاكمته ما فينا اقول اي حكم لازم يقل لانه يمكن حق الانسان تمنعني تقول ما لك حق اتحدد بس لازم تنزل في اقصى العقوبة لما ارتكبوا بحق الوطن والمسيحيين واللبنانيين خلنا انت الى مجموعات صور واسألك انطلاقا منا المجموعة الاولى من الصور النائب جبران باسيل النائب سامي الجميل والنائب السابق سليمان فرنجي من حظوظه الرئاسية مرتفعة اكتر من سواه اذا ربطنا بالواقع الداخلي وقلنا حزب الله بده رئيس من الممانعة وبيراهنا على ظروف خارجية وتسوية بقل لك سليمان فرنجي برأيك هو الخيار الحقيقي لحزب الله طبعا هو الخيار الحقيقي لانه بيعرفوا انه باسيل ما فيوصل ليه باسيل ما فيوصل جزء مننا العقوبة جزء مننا انه جبران باسيل منه ميشيل عون بمعنى ميشيل عون بحجمه وقته بعيدا عن انه القوات والمستقبل اللي انتخبوا يعني اذا مشوف الرئيس نبيه واخرين ما انتخبوا له ميشيل عون ويعتبر كان يعني قطب مميز بهك الوضع اليوم جبران مش بها الحجم يعني ما بيتأمنوا هذا العدد يعني الواقع السني مختلف طبعا الواقع المسيحي مختلف هؤدي واحدهم بس انه حتى من قلب الممانعة مش قادر تأمنوا لخمسة وستين صوت اي بس معقول هالما معقول انه يصال اسلامية فرنجية اذا جبران بسيل منه مؤمن له الغطاء المسيحي لانه انت عم تسألني منها تلاتة مين يعني انا اذا بدي الحظ الاكبر برأيك عند اسلامية فرنجية اي انا اقول الحظ الاكتر عنده حزوزه معدومة جبران بسيل اي جبران بسيل حزوزه معدومة رغم انه حزب حضنه وما بيزعله بيعتبره معبر اساسي لرئيسة الجمهورية انه منه رغم يفك التحالف معه او يصير فيه انفصال هل فينا نعتبر انطلاقا من هون انه حزب الله بده جبران بسيل ناخب اكبر وليس المرشح الاكبر طبعا هو حزب الله يقاتل بجبران بسيل يعني انه بكل المجالات تركه هو يلعب الاوراق البريدة وباللحظة تسوية طبعا جبران بسيل لانه نقطة فاهمات عملها سابقا مع القوات اللبنانية بصفقة معرب من هون او مع الحريرة يعني بخاف انه بكرا انه سنعمال فنجي اذا تفهمت معه ممكن ما يحترمها يعني عنده الشك هذا خليه دمه رافض وهون الحزب الله بلحظة معينة رغم كل كلامة انه لا يزعل جبران بسيل يمكن يقله نحنا يمكن نضمان يمكن مطلوب مننا نعمل خيار استراتيجي بلحظة معينة انا بشوف انه اذا في حظوظ انا عم قول منها الثلاثة هو الى بس مثل ما بتعرف جبران بسيل هل يرضى انه ان يؤيد استعمال فراجي عنده ساعة الحقيقة هلأ بقدر يعمل اكتر من هيك يعني جبران بسيل بسيس التيار وبراغماتية التيار اذا شفنا عماد ميشيل عون كيف قلب بكتير مواقف كيف تحولوا لانه يشربوا شمبانيا بمعرب انه دكتور جعجا انه الغزاء المتبادل بلحظة المصلحة عندهم كله بسير بالنسبة لحظوظ نائب سامي جميل معدومة مش قصة معدومة يعني اليوم هل انه اذا هن نقوا كيف يعني وتأمنت اصوات بدك نفس المسار المؤمن لمشيل معوض يعني من العملية انه هو ممكن يجيب اصوات اكتر يعني عندك هذا البلوك لهم ككتائب كمستقلين كقوة لبنانية كحزب الدقاء الديمقراطي واخرين نحن مستقلين من هون عندك هذا الفريق لن يحصل على اصوات اكتر هذا البلوك مسكر اختيار ميشيل معوض في هذا الاطار هو لا يصاله او لا يحرقه ما في شك اليوم انه هو معركة المعارضة هي اشارة لانه احنا بدنا رئيس ما بدنا فراغ بدنا رئيس بهذه المواصفات بيعرف ميشيل معوض وعقله براسه انه يعني في حال ما وصل يعني مع انه كان مراهن انه في امكانية خارج يعتقوه بيعتبر انه حطوا سقف للمواصفات اللي بدونيها هاي دي بتأمننن يعني نقطة تفاوض اللي انا باقتنع فيها دايما بموقع قوة انه مش طالين هني بشخصية مثل مثلا مننا عندها احترام او منهم مثلا ما عندهم مرشحة غير الممانعة هني جديين في مرشح يعني مقبول وعن احنا عم نخول الانتخابات بجدية راحين على اللعبة الديمقراطية الكاملة خلنشوف مجموعة تانية من الصور الرؤساء اميل جميل ياس الهراوي اميل لحود مشيل سليمان وميشيل عون من صاحب افضل عهد وصاحب اسوأ عهد افضل عهد بلش بالإيجابية يا استي سيمون بلش بالإيجابية من افضل عهد بين هالعهود طبعا كله نسبة بالحقيقة امين جميل خلنحكي هفضل القاب كان فيه عهده افضل من هك هو مسؤول عن عدم انجاحه في نقاطه مسؤول عنه رئيس امين جميل ما فينا نضم نقول انه كان السوري والاسرائيلي يعني فيه امور كان فيه تفاديها الرئيس امين جميل ما في شك انه بهيك العهد ضم الى حد ما يعني انه الدولة قائمة ضم الدولة قائمة صار فيه كتير ما بدنا نرجع نفتح الجروح انه كان بقدر يكون أفضل من هك امين جميل كان عنده قوة لبنانية وكان معه حزب كتائب بين هالخمسة بين هالخمسة هو الأفضل هو الأفضل الأسوأ من الأسوأ بين هالخمسة يعني خلنحكي انه بالواقع السليم هو اللي عمله الرئيس ميشيل عون ما نعمل قبل يعني اذا قلنا الثلاثة الموجودين نتائج دمار عمله بالأوسيا مش قد ما ارتكبوا ميشيل عون يعني لوحده من مساوء بحق البلد حتى بتعتبر يعني هون الرئيس ميشيل عون اسوأ من الرئيس ليس الهراوي مع مرسوم التجنيس يلي على الصعيد الاستراتيجي غير الديموغرافيا اللي يس الهراوي لو طيب كان بحكي كلام انا وقت كان طيب بتشكي علي ويعني رفع ضعوة كان بعضه طيب لا نحن عم نحكي بالسلس ما عم تحكي شخص هو سيء سيء بس مش العون اسوأ منه هذا ما بدي أقوله ليش مش العون ما أثر مرسوم التجنيس وابد الأموال وفي ناس أبدوا أموال دفعوا أموال هذا المرسوم صافي عليه خلاف وراحوا عند مئات يشكولوا هل صحيح الموضوع أنه كان فيه مرسوم تجنيس وكان فيه مرسوم تجنيس وكان فيه دفع أموال لمين لا بالأصر كانت معمول مخور يعني للدفع كانت قصة مفتوحة عمين بزيد يعني على المزال بالأصر أبدوا أموال بلاتوا لو مش العون أحدهم هنا كانت هي بهذا الموضوع أنت عم تحكي عن المرسوم ياللي ما توقع اللي توقع سابقا واللي بده يتوقع فيه أبد أموال وهي دا الموضوع كان واضح ومكشوف هلأ السيء بالموضوع أنه القوة اللي تضعت سكتت ما بعرف هل بقوله مجلس الدستوري ما عطانا حق كمان يعني القوات والكتاء والاشتراكة سكتت أو أسكتت يعني مش عارش وصار بالتفاصيل هلأني لأنه أحكي كمان عن أحدى بنات الرئيس مشاهم مين بالتحديد هلأ بتلاتة أفضل ما نحدد لأنه كل واحد عنده قصهم هكي ثلاثة خلي يكونوا مسؤولين بس في حدا مسؤول مباشر أكتر أنا حددت مش أنه ما قالت أنه في حدا حددت يعني واضح واضح الأمور خلنا نتقل إلى مجموعة الثالثة من الصور عم نشوف طبعا هون المفتي دريان والمفتي قبلان إذا بدك تقول كلمة لكل واحد منهم شو بتقول بقول المفتي قبلان مش هكي كانت توصيات الأمام الصدر والإمام شمس الدين ولا هكي كان كلامه كان يقول الإمام شمس الدين الرجال الدين بوعسوا يعني بوعسوا أنا قريت له ما قال بالنهار بوعسوا خيرا خيرا للشعب يعني للبشر هو منه خير للبشر مفتي قبلان عم تكون مواقفه عم تكون حدة وأنقصامية يعني هذا واقع المفتي دريان يقدر على مواقفه العامة الوطنية يحرصه على الطائف كلامه الأخير اللي صارع بدار الإفتاء وحرصه على التعايش واللفت اللي وجهها تجاه الرئيس المسيحي اللي في هذا الشرق اللي هن حالسين عليه كطائفة سونيلة أنا بقدم له كل احترام ويكون تقدير كمواطن أؤمن بالشراكة برأيك انطلاقا من هالبيان وانطلاقا كمان من الاجتماع الليفت يلي انعقد بدار الفتوى هل في محاولة لأنه ملء الفراغ يلي سببه غياب الرئيس سعد الحريري عن الساحة وهل هذا المسعب رأيك يمكن أن ينجح غياب رئيس سعد الحريري ترك فراغ بس بالسياسة اليوم شو كان الفراغ كان الفراغ أنه إذا في حدث من بغطية كيف بتعطى معه يعني اليوم برئيس الجمهورية مع مين بدك تتحاوض كيف كان بتعطى معه اليوم ببين اليوم أنه بالنفرق يعني في مواقف مختلفة يعني مختلفة عن بعضها بس إلا أنت بالنتيجة شو بدك؟ أنت بدك موقف الوطني يعني هل أنه النواب السنة اليوم موقفهم في مجموعة بدور بفلك حزب الله وفي مجموعة مع التغييريين وفي مجموعة مستقلة بيّنت من خلال لقاء دار الإفتاء أنه بعد بعد تحت سوابة الطائف تحت سوابة الطائف السنية تحت السوابة الوطنية والعربية بشان هيك أنا أشوف أنه لا بس بالانتخاب عم بزيدوا البعثرة بانتخابات تئسة الجمهورية يلي حكينا عنها بأول حل معنى تشحة مستقلة يعني بمعنى ما كيب يعني مش مطلوب يكون فيه بلوكات تحت سوى خزب هذه الكلمة أنه أنا عندي هذه النظرة يعني مش مطلوب الناس تكون كلها سوا يعني مثل قطية ما بتحب نظرية القطية لا لا برفضة يعني بس مش مقبول حتى لو في راعي صالح نعم لو في راعي صالح له القطية في راعي بائع بالأحزاب طبعا برسم الله عليه أنه بيعمل الصفقة يعني شفنا كل رؤساء الأحزاب في لبنان كلهم بيعين أنا يعني بيعملوا تسوير بيعملوا صفقات المنفرد بيضم عنده الهامش يقول ايه او لا ويتميز الأحزاب عنده اعتبارات وعنده تدخل بين بعض القوات تاني وعنده احتكاك بتقول يمكن هالموقف يكون له ضرر خلنا نخفف عنه المستقل بيكون بين موقفه على إيه أنه يعني عدته وقاء يعني البيئة اللي هو احترمته أو احترمه عظيم رح ننتقل معك هلأ إلى الفقرة التانية يلي هي ملفات سيخنية استي سيمو رح ننتقل معك هلأ إلى الفقرة التانية يلي هي ملفات سيخنية رح نشوف أربع هايك جمال لقلك طبعا تقلت على تويتر رح نسألك عنه الظروف يلي أدت إلى أنك تحكيها بالطريقة يلي معبر فيها خلنا نشوف أول أول نص سيمو أبو فاضل اللي هنا بيروت ما يحصل في القضاء مهزلة ويتم تدمير المؤسسات مع نهاية عهد ميشيل عون ليه شو هو المهزل بالقضاء أولا القضاء ما بقى فيه هيبة ما بقى له يعني ما بقى له الوهرة وواضحة هذا عن أنه اليوم صار عنده مسؤولية تانية هيدا بتاعتبرو أنه نكس بوعده خلنا نكس بوعده وعم بيزور وقائع يعني اليوم ليه صح تعيين قاضي بل شو أقوله رديف رديف بهذه قضية أنا ما بيعنيين الكلام بيقول لك هيدا القاضي القاضي ضروري يكون قادمة بس أنه هيدا المخالفة العملاء كمان تفترض محاسبته لوزير العدل بنقضه قواعد قانونية لا تصح ولا بالتطبيق مين بده يحاسب مين أنا منطق ومين بده يحاسب وزير العدل أنا منطق مع المحاسبة أنا بقول يجب المحاسبة يمكن في ناس بالحرب كانوا يحاسبوا بطريقة واقعة كيف أو أنه بالإعلام عم يحاسب أنا عم قل لك كأنا كأعلامي كيف عم بعت رأي ما قلت القضية شو هي بس اسمعنا أنه حتى التيار والعهد يمكن أنه راضين عن إيديه وماعتبرينه من الحمائم يعني يمكن بالدنيا يكون أقصى هلأ هيدا ويكون متطظف أكثر بالدنيا هن مفهومون أنه يفرض على مسجل القضاء الأعلى أنه يعني يا تهديد يا وعيد أنه يفرض ممارسات قاهرة ما بتصح هو ما في وأخير أنا ما حددت أنه قضية المرفأ تم تاخد بعض سياس أنا عم بحكي بالمبدأ لا تصح هذه القضية خانشوف جملة تانية وزير المهجرين يكرر اتهامه لميقاتي بالفساد وتحويل خمسمائة مليون دولار إلى الخارج وميقاتي عبر بيان سيدعي على مجهول يسيء إلى كرامة وشفافية عائلته ويشوه سمعته وعزة نفسه تمنعه من تقبل الاتهامات لابد من قانون لشرعنة العهر كتير ايسي مش ايسي الرئيس نجيب ميقاتي أنه بتعتبر الرئيس نجيب ميقاتي عاهر رئيس نجيب ميقاتي عاهر عاهر ويعني وبلا كرامة لأنه تبهدل من الرئيس نبيه بري شفنا كيف رجع مثل خروف من عائلتين يوم عمل حاله أنه أول يوم زعلين إنسان عمل صفقات الهاتف الاتصالات اللي عنده ملف بالمحكمة بعد ما عامل رئيس حكومة في 2011 صحبوا الملف خفيوه من عند من عند رئيس القلم عم خبرك وقايا لا أخلاقيا اشتروا سكة هيدا عقارات بدعم بدين مدعوم هو قال له وفق الشروط إلا أنه أخلاقيا عايب كان يتعاري عليه بالدعي اليوم أشافية هم يحكي عنه وزير المهجرين أنه حول أموال بيجي بيحكي إذا حدا حكي عنه أو عن خيه هذا الرجل كمان نجيب محاكمته نجيب مقاطة من الناس الفاسدين المسؤولين عن عن ضمار اللبنانيين شخص خاضع لحزب الله هو الرئيس بره بكل معنى الكلمة شفنا الورقة اللي اجت من الأنتر بول الفرنسي بالطالب بالتحيق معه لأنه كان يهرب أمواله مظبوطة هو بيعرفها والليه تخيوا كانوا ياخدوا الأموال باللي ياخدوا بالطيارة من سوريا عن يحكي كل هالوقائع بيحكي آخر شي أنه أنا بدي حوى حركة القضاء دعي على شخص حدد الموقع وزيرا بقولها أنت مظاهر 500 مليون هذا الإنسان هذا الإنسان يجى يعني بطريقة صفقة وتسوية وخضوع يجب محاكمته كمان بس ما نشاط بتدوير الزوايا تدوير الزوايا بن ديس جعاني شو أمل للعالم كان قبل رئيس حكومة هو مسؤول عن كل شي واخد من مسؤولين يجي محاكمتهم من محكمين من السلطات من المسؤولين الفاسدين أنت ما عم تجي تحكين اليوم عن عفوا يعني ما عم تحكين عن فؤاد بطرس ما عم تحكين عن نجيب ميقاتي رمز ألف فساد بالبلد المعروف عنه ما عم بيحكي مرجع لي مش أنه إذا ألف فساد أنه أنا أبضايا يعني أنت بالمعركة بين وزير المهجرين ورئيس الحكومة كنت مع وزير المهجرين لا مش ما كنت مع حد عم قول أنه من شير الميقاتي ما قالوا حق يحكي هيك بس وزير المهجرين اليوم أنا كمرائب ما عم شوف فيه أشيء أخطر عنده حتى بأداءه بموضوع المهجرين ما هو حق فيه طب حكيت شغلي خطرة أنه كان يهذب مصاري من سوريا بأي زمن هيدا زمن بيعرفوه من التسعينات وبيعرفوه بزمن الرئيس الراحل بعض ما كانت تنتج أموال موضوع عربية على سوريا لا دافع دعم النظام كانت تظهر كلها سوعة كان هو يعني إلهم فيها بحكي كلام أنا مسؤول عنه فيون يعمل ردود وفيون يعمل شكي يعني بزمن الرئيس الراحل حافظ الأسد كانت ما في زمن بفرنسا ما في زمن فيه أموال استعملها بالداخل واشترى فيها مؤسسات بفرنسا من نجيها الأموال طبعا أنا مش قد حملته العالمية إذا رد تمنى من عمله الخاص بشو عمله الخاص يعني بأي أنتاج يعني بالتلزيمات من نص أعماله الخاصة بالخارج وهون في حلقة عنا التباسات وكلها ناتجة عن سفقات إنه واحد بيصير معهم 5 مليار بلس كوني كام معه هالقدي كمان طبعا كيف أسأل مش هذا المعيار أنا عم بحكي إنه حرام بقى يطلع واحد إنه هو بدور زوايا بيكون سرق الشعب ومجوعه أنا ما عم بيجي أعمل هون حمنا تقول إنه معقول الترابلز هيك وضعه ما يصفل هو وأهل الترابلز هذا موضوع يتعلق فيه لأنه هو عنده مأخذ علان إنه سبوله وإمه ما رح يعزل فيه ما رح يساعدون بس إنه ميقاتي منه فاسد إنه بس بيشلعون فاسد بس نبيه برر فاسد إنه شو هو يعني اليوم الترويكا فاسدي في أكتر في قوة أكتر لا حلا عم نحكي عن رؤساء الثلاثة فاسد ومجرمي بحق الناس مجرمي بحق الشعب يا أستاذ وليد خلنا ننتقل إلى خلق موضوع المصارف الودائع نجيب ميقاتي وين ما في رحمة عنده هو بوساعد الشهمة الجملة الثالثة رزل الرئيس القوي من قبل المسيحيين واجب وحق لما رتبه من أضرار عليهم ليكن عبرة لمن يمشي على خطاه لا يضافة نصرية الرئيس القوي ما في رئيس قوي انتبهت كيف بالمعنى اللي عم بقوله رئيس ميشيل عون في رئيس استقوى وما بدي أقول كلام يا أستاذ وليد عم نحكي بنهاية العهد كلام قلته من أول العهد وقبل العهد يعني أنا عم بحكي كمواطن موجوع مع كتير ناس موجوعين استقوى لا بس فات قوي يا خي فات قوي بس بالنتيجة الأنانية والعمالة دمرته العمالة ليس العون عمين اليوم اليوم الوقت بتم استقباله بدول العربية ويفتحوا الباب وانت حليف الدول العربية بعد شوية بيجي بقول أنا مستمر وعايز السلاح لأنه يؤمن الحسابات الانتخابية ويحمي نظامه ويستقوى بالحزب تيدمر أخصامه وأصدقائه إنه هذا الانسان دمر البلد الناس هاجريت نحنا قاعدين هون أنا وياك نطلع بشي حايب بشي شارع بضيعنا منشوف لأنه سكت عن ممارسات وكان شريك إنه هو إجا تشارك ما حدا يقول ما عم بقول سمو أبو فاضل إنه الآخرين إجا تشارك معهم هو بس المسيحيين عمتين فلوا فلوا وقت عمل حربه هو حروبه تحرير والألغير تحرير رقته وقت كمان إجا زمن الوصاية السورية اللي هو رجع تحالف معه ججال الوصاية اليوم هجروا نتيجة الأمع على شباب المسيحيين من قوات وكتائب وحراس أرز وتيار وطني كلهم فلوا يدقوا بابوا بفرنسا ما يستقبلون تالتا نتيجة الممارسات عهده ووصل إلى هون اللي عم بصير فيه هجرة طب هذا الرجل شو بتقله هذا الرجل بدي يجي محاسبته محاكمته هذا رأيه آخر جملة سيمو أبو فاضل جبران بسيل جبران بسيل خيفان لي الدعوة وبدو يأكل خبيط من كل النواحي كتير آسية أخي مش آسية مش آسية أنا احنا عم نوضح الوضع بالسياسة جبران بسيل مختلف مع كل الناس من مين من مين جبران بسيل خيف أنه يدعوه أخي طلع على قبل شمو نصل معه مشكل راح على عكار راح معه ميت هنفي طلع على بشارة معه كمان هالقد راح بعدة مناطق عجنوب راح على زحلة يعني هالزلمة عنده وضع ما بقى فيه يتحرك ما هو كان يعني مخضون من الحرس الجمهوري أنه بيقدر بكرة أمن الدولة يأمن له عشرين عسكري بس كمان عليها مسؤولية أمن الدولة كيف دي أمن له إياهون من هون راح على أنه ترك بعض المسلحين مدنيين أنه عناصر قديمة عسكرية حرس قديمة لا لا غير حرس قديمة أنه عناصر حرس قديمة ممكن يكونوا ناس يعني مدنيين أنه حماسين بس إنما رايح على مجموعة المسلحة يعملها عناصر السراية المؤومة في المناطق المسيحية هذا الرجل يلعب أدوار خطرة في حق المسيحيين بس هو خيفان هو خيفان يعني ما دام أنت أيل أنه خيفان يأكل خبيط من كل النواحي يعني بمعنى رايح على مناسبة ما عاد سهل بقى اليوم يعمل الاحتفال أو يذهب منطقة ما كان يعمل قبل يعني إذا قائل الجيش موجود اليوم جديد أو العمال جزافعون ما بقى فيه تروح الحرس الجمهوري معه يعني كان قبل رئيس الجمهورية هو يقوله نروحوا معه اليوم قائد الجيش يريد أن يحفظ مؤسسته يريد أن يضبط الوضع يمنعه من أي انتئادات ويرجع يعيد يعني بس كمان ما دام حكيت عن الموضوع مع أنه صار بعيد وورانا نوعا ما لا كمان ممنوع جبران بسير أنه يزور أي منطقة بيرتقي أنه يزور ليه ممنوع ما حدا أنا ما في نقول ما قاله حق لهبو لا غيره أنا عم قول شكل الزيارات السيزوالين الاستفزازية وقت رأى على عكار وقت رأى على بيسو أنه فيه محل بيقلو لك ترأى إجراءات أنه خيهان منطقة الوضع مثلا حساس فيها أنه هو أنت أقول لك نقطة أنه هو ما تعاطى كمواطن مسيحي وأنا هاي دي بسلم له إياها أنه له حق بكل البلد وبكل المناطق وبكتير الأمور مبلغ بس اليوم في ناس كمان مسيحيين كانوا أنهزاميين تلكقوا بس كمان هو اللي عمله عمل فيه صدام المسيحيين بغنى عنه يعني اليوم المسيحيين اللي عمله هو مزبوط يعني بيحقله حق فيه بس أنت عم تروح تعمل تشنج يعني بتروح بتحكي عن المسيحيين بتحطهم بعداء مع بيقتهم بس أنا عم قللك هو بمحل في عنده أنه ترجمة للوضع المسيحي اللي بده نيعتد فيها أكتر أنه يعمنوا توازن بالحكومة قلتلك بالأول معه حق في محلات معه حق فيها إذا أنت عندك أداء غلط عم بتدمر كل اللي عندك صح هذا اللي عم بيصير وهل أداء جبران الغلط هو الذي أدى إلى تدمير عهد ميشيل عون لا ميشيل عون هو مخطط لا يوصل زكي يعني يجيد الوصول تقسيم الأدوار وتوزيع فتحة أحالوفات إذا بدك جبران قدير يعني اختاره رئيس ميشيل عون لأنه فهم عليه بس ميشيل عون بده كل شي هو عارف بكل شي يعني يعني خاطر نظري هو بيقود أنا بدي أحبص نبيه بره بقى شو بيقع كيف أنا بدي أعمل هك بسعد الحرير بدي أعمل هك بوليد جمبلات بدي أعمل هك بفلان يعني عنده استعداد يعني إذا بدك جبران هو مستوحى هالأفكار وعنده أفكار مستنبت أفكار جديدة بس كدنا متكاملين معه يعني الأساس هو ميشيل عون يعني فينا نقول هون أنه خطأ نظرية اللي بتقول أنه هو العامل الأساسي في فشل عهد يعني إذا رياض سلامة هجم عليه جبران بسيل أو قائد الجيج جزيف عون أو رئيس مسئل قضاء الأعلى أو جون العلية أنه ميشيل عون بخبرته لازم يقول له هذه النقطة صح أو لا بس لأ كان يعني بمفهومه أنه كل الناس كاريته ضدنا كملوا عليهم عنده هذا المنطق أنه دمره العالم كله سوى وإنت إذا لعبت هذه اللعبة اللي لعبتها أنا بالدم لعبتها بالسياسية أنت بلاش تختلف معنا من ضحية الآخر جبران بسيل ضحية ميشيل عون أو العكس الشعب اللبناني ضحيتهم اتنيناتهم الشعب اللبناني ضحيتهم رح انتقل معك هلأ إلى الفقرة التالتة يلي هي كسر عظم وصلنا معك هلأ إلى الفقرة التالتة والأخيرة يلي هي كسر عظم كسر عظم فيها صح أم غلط وطبعا وقت بتقول صح بتبرر له وقت بتقول غلط كما بدك تبرر له الجملة الأولى ترسيم التنازلات فاجعة تستحق مجالس عزاء لا احتفالات صح أم غلط ترسيم التنازلات يعني معتبرين أنه الترسيم خيانة كبيرة بدأ محاكمة كمان وأكتر مجلس عزاء يعني أكتر من فاجعة بدأ محاكمة خاصة خرام اللي ماتوا كيف تأخش تنعمل تسويلي كنا نقول لديما أنه يا باللحظة معينة رح توصلوا لمحل بداية تطبيع أو مرحلة سلام ما تروحوا كتير يعني بموضوع المزايدة وتمشوا على وقع خارجي وصلوا لليوم حرام البدأ شو دفع طبعا بدهم محاكمة كلهم لكن هاي دي صح صح بس بدنا نقوية يمكن نقول هو ترسيم الخيانة الخيانة والبايعات والصفاء والبايعات والصفاء تاني جملة خطيئة سامي الجميل الأصلية هي أنه قدر تقليد حجل المجتمع المدني في مشته صح يما غلط يا أستاذ أنا تحلفت يعني بالانتخابات مع سامي جميل شخص جيد سامي موقفه جيد واضح وطني يعني وأنا تحلفت معه إلى جانب معارضين ومستألي يعني بمعنى كنتوا لائحة مميزة على الصعيد الأعلامي برغم كلام عن الأحزاب أعلميين وأعلميات صح صح أنا كنا كتير يعني لازم نزب مش أرس سامي جميل اعتبر أنه عم يعمل خيار جديد بالبلد أنه فيه انقصام بالبلد بين اتنين اعتبر هو أنه بموقف سيادي يرفع الهم الاجتماعي أكتر والإصلاحي أكتر المجتمع يبدو يعني ما تجاوب مع هذا الطلب يعني المجتمع المدني بقي على ما هو وما وما أرد أبدا صعب القضية الوجودية أبدا يعني ما وقف يعني مجتمع المدني ما وقف عند قضية أنه مثلا كمان الموضوع السيادة له علاقة بموضوع الإصلاحي رحوا على الموضيع أنه بس خاصة مباشرة يعني ببعض الأشخاص هوني يوم وصل على الانتخابات يعني وقبل منا كان الجو مقصوم بين أخطاب اتنين كبار إذا بدك بسمون هيك بالمعنى المجازي يعني ديناسورات كبار بالمعنى السياسي السامير جاجع بما يمثل من تاريخ وإدراء يعني وشعبية كمان التيار الوطن بما يمثل من شعبية وحضور ووزن لميشيل عون يعني بقيوا تغيين على السحة المسيحية من هذا الواقع يعني بس برأيك هوني أنه كان في خطأ ما هيك إذا ما بدي سميها خطيئة أنا الخطأ عندي لأنه يمكن قبل التحالف وبقوله بعد التحالف يعني رهاني كتير على المجتمع المدني أنه سيكون إلى جانب سامي جميل أو سيقدر سامي جميل إذا لجأ هاك خطوات هذه هي خلينا نروح إلى الجملة الثالثة بفضل نبيه ونجيب ووليد وسعد وجبران استيقظ اللبنانيون بين ليل وضحاها على وليمة الكآبة وانضموا إلى قوافل فقراء العالم صح صح هود السبب هوده هلأ فيك تزيد يعني بس هود السبب مين بتزيد هلأ أنت ما زيدت أنا زيد يعني كيفيني نقول لك نبيه موجود نجيب موجود ووليد سعد جبران يعني فيك تقول ماشي حنقول هلأ يعني القوة السياسية اللي هي بالمنظومة يعني معروف عنها منية يعني يعني عشك كيف بمعنى أنه تسمين يعني بتزيد السينسين يعني إذا بدأك سامير وسامي بتزيد السينسين بتزيد السينسين سامير وسامي هلأ سامير وسامي سؤالك بمحله ما في شك أنه بمحل سير وراهن يعني قطعه بكتير محلات سامي ظهر من هيدا قبل بوقت ما قلع علاقة هيدا بالانتخابات وأنه طبعا نحكي عن محقنا انتخابات هي مرحلة بتكون تنتهي بوقتها لا دكتور جعجع كتير بموضوع رئيسنا ببري هو يعني كان يقوله وكان يقوله وسؤالي توجه له كتير أسئلة عن انتخابات قبل انتخابات هو السيد جورج عدوان وآخرين عن علاقتهم بالرئيس بري كان فيه شك كان فيه كتير تهاون ويقال انه كتير كمان كان فيه يعني غض نظر عن أمور كان دكتور جعجع بحجم القوات البنية فيه رفضها اذا كان القوات البنية تمثل النهج اللي هو يعني خطه بشير جميل سامي جميل طلع مننا يعني بس ضم طلع مننا بس انه كمان لو شارك بحكومات متواضعة ما فيه يعني كانوا موجودين جوا كانوا يتباهوا كلهم ان كان يعني ان كان دكتور جعجع ورئيسنا بيهبر لي يعني بين المصالح وبين بكفاية وبين معراب وبين عين التينة وبين المختارة لا كان فيه هيدا النوع من الاقطاعية متجددة والاقطاعية والعائلية يعني يعني ضعفونا انه بعلاقتهم بأركان المنظوم طبعا طبعا هنه هؤدي جماعة ما ارتكبوا بس تغاضوا وسكتوا تحت شعار انه نبيهبر لي انه غير غير حزب الله بدنا نراعي لا كان فيه بسؤولي على القوات رابع جملة رقصة التنجو التي احترفها نادر وجبران قبل ست سنوات عبدت لنا طريق جهنم طبعا طبعا صح طبعا صح هيدا نتائجها كانت كتير سلبية وبينت بيه هل بنئ التحالف بين التيار الوطن الحربة وتيار المستقبل على صفقات تجارية يعني دائما بقولوا صناعي جبران بسيل نادر الحريري كان فيه اتفاق انه هلا ببرروا او بوطحوا طبعا نكون ببررها سعد الحريري على قاعدة انه المسيحيين نقوا مش نعون انا التزمت فيه وانا بدي فراغ لانه لو كان رفيق الحريري طيب ما كان كان هاكب ما بيقبل بالفراغ وانا بدي احمد طائف يعني هاي تحت شعرات بس تحت منه لا صار فيه صفقات كتير يعني عنو صار فيه صفقات كتير بك شوف خامس جملة السياسات الطائشة انجاز نجيب ميقاتي الوحيد في لبنان الذي يترنع شعبه منذ ثلاث سنوات تحت خط الفقر كقلنا عنه يا زلمي شو بلا نحكي بعد والله العظيم انه هاي صح اول شي يعني صح بس انه اكتر من هيك انه رئيس ميقاتي شو عمل للشعب باي واقع بعضهم لليوم بيلعبوا بالشعب انه بطاقة بطاقة الاجتماعية او بيطلع يعني انه بيحكي بموضوع الودايع بطريقة يعني ما فيها رحمة هو او 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 معه فوق المئة الف او معه تحت المئة الف بس ما وصل عتفليسي اساسا نجيب ميقاتي يعني بعد الثورة 17 نجيب ميقاتي ما بياخد موقف نجيب ميقاتي ما بدي ياخد موقف نجيب ميقاتي بدي يقطع دائما الوقت بيلعب على الوقت انه هم عنده هذا النفس وطبع كيف اعمل لك مشان هيك انه ما عم تحكينا عن النجل دولي بالأسف يعني اليوم ما في بقرة يعني بالبلد رجالات دولة يعني هاي شغل صارت واضحة على كل المجالات هايذا الفراغ اللي عم نعيشه اداء فطن الى انه اليوم رئيس ميقاتي ما انه ناجح سيد الجملي المسيحيون والسنة في حاجة الى حسن نصر الله آخر صح ام غلط لك المسيحيون في حاجة الى بشير جميل مش غير بشير جميل شخص بيعطيهم يعني بكل لحظة خطر بكل لحظة ضعف بقولوا المسيحيين انه كان بدنا مثل بشير شفنا الزكرة الاربعين يعني استشهاده كيف كان فيه انه كتير كلام وكيف كان الرجل المميز هلأ بالنسبة يعني هايذا الجملي غلط لا مش غلط انه بدكها في حاجة الى بشير جميل لا بس طبعا السنة في حاجة الى رفيق حريري آخر ما بعرف لا لا ما بقول رفيق الحريري ما بقول رفيق الحريري لانه يعني يعني هني بيقرروا عن السنة مش انا هلأ عم بعمل موقف سياسي هني بقرروا بيبدون شخصية جديدة بيرجع سعد الحريري بيرجع الرجل انا مقول السنة في حاجة الى شخصية قادر تكون قطب مميز موجود على الساحة طبعا كيف يعني وفاعل طب القوات اللبنانية وقت اللي حكيت انه المسيحيون في حاجة الى بشير جميل آخر القوات اللبنانية اليوم بهذا الصعود اللي عم تشكله ما ممكن ان تكون كلها سوا كبشير جميل آخر داك انت قوات اللبنانية كحالة سياسية بعدها مستمتة هيك يروح بشير جميل والناس يعني عفوا عكلمات لك والناس بيبسطوا فيها بدون ياهو عندها حضورة بس انه النهج اللي استعملوا يعني رئيس بشير جميل ومش مطلوب اليوم نقول حرب نحن عم نحكي لا حرب ولا حدية من ان احنا بزمن آخر لا عملك مش حرب مش حدية بس كان في وضوح انا ما ما اللي علاقة بالموضوع القوات يعني انا من حزب انا عم بيحكي مطلوب وضوح اكتر في القوات موضوع حضور اكتر بالدور الخارج يعني اليوم القوات بشير جميل كان عنده امتدات بالخارج يعني كان موجود هو كحيسية صارت شرق اوسطية كان هو يعمل الحدث اليوم يعني دكتور جاجع مش بهذا الواقع دكتور جاجع بيتفاعل مع الاخبار مع الاحلاس بيعمل ردة فعل يعني مش عم يقدر يكون برغم حجمه الكبير ورغم هلأ هون مش مجملة ورغم انه السئل عطواياها المسيحيين بس مش عم يقدر يكون الحالة اذا بدك المبادرة عند المسيحيين منه لأنه وضع المسيحي تغير داخل التركيب اللبنانية ما لا علاقة بالوضع المسيح هذي لا علاقة بحسابات عنده بطبيعته بنهجه هو بالأساس يعني مش هيدا نهجه منه نهجه يعني اذا بدك انه حد اول شي الطبيعة بتختلف اسطوبه مختلف هو بيدرس الأمور بيقراها بيشوف شو نتيجها يعني الزمن اذا بقلك مختلف ما عم نحكي عسكر لا حتى بتقل السياسي فيه أمور كان على الدكتور جاجع يكون فيها يعني حاسم أكتر ومقدم أكتر وضاب بحده ضابب يعني مش حده ضابب قوة المسيحية يعني بعدنا اليوم ما بنحكي بينه وبين سامي جميل اذا اتفقوا او ما اتفقوا الحق على سامي جميل او الحق عليهم من قبل البيضة او الجاجة او خدفات ما عفلين انا عم اقول انه بشير كان حالة مقدامة فرض اتحامي خانشوف سابع جملة عار على مجلس النواب ان يضم اسمي علي حسن خليل وغازي زعيتل صح ام غلط اكيد صح بس الغريب كيف اخدو هالأصوات تسعين صوت بأربعة وثمانين صوت عجيب يعني في هالكلام انه مين بداية كان الطيار بقول القوات بس هني انه اكيد السفقة كانت متكاملة انه هني ويهن بانتخابهم يعني للطيار بالليجين انه كان فيه تفاهم الطيار بقول القوات وكيف يرجع جورج عدوين لوما انه انه السنائق ما عطى هالأتهمات انا يعني ما رح افعلها عم بس اقول انه فيه اتهمات بس انا بقناتي انه الطيار هو اللي اعطى بزميته بكذبه بعهره هو اللي اعطى هني موجودين مش محطة فيه طبعا اعطى اصوات لعلي حسن خليل وغير زين الجملة الاخيرة اجهد نبيه بري ثورة 17-20 باطلاق شرطة مجلس النار على عيون المتظاهرين صح ام غلط لا مش واحدة هادي هو لا لا ويجعهم بقوة هو ويجعهم بدون رحمة هاي بدون رحمة ورسوا عينيهم والأسف استاذ وليد انه يوم الجلسة اللي كان فيها اعطاء السألة حسان دياب نعم كان فيه ناس من المعارضة عم بقولوا نحيي القوة الأمنية على جهودها وكانوا الشباب والصماية برا عم بطيروا عنايهم بس بالنتيجة لا نبيه بري مش واحده حزب الله هو اللي هو اللي اللعب دور بموضوع معين بس اللي كانوا يجوا ويفلتوا ويخبتوا ناس بالعصة الأجهزة الأمنية اللي لعبة أدوار بفكفكة المجموعات كمان المتظاهرين اللي هن اعتبروا الصوار انه هن جايين من عالم آخر انه فيه ناس يقفوا حدهم اعتبرون لا الشعارات كلهم يعني كلهم يعني كمان ما كان فيه إدارة لألاء السورة بس لا كانت السلطة أقوى منها نشر موقع الكلمة أونلاين استيسيمة أبو فاضي بدأت شكلك على هذا اللقاء كما بدأت شكلك الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من بدنا الحقيقة طبعا اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل تصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة